يا خبرة بيض وحنا كنت متخيل ان السينما كلها حتضرب بقى وحنشتغل لقيتني الوحدي فيلم دا فلاش هو الفيلم التلاتاشر في عالم دي سي الممتد والفيلم الاول اللي يعتبر من بطولة شخصية دا فلاش بتكسيد ازرا ميلر الالتر ايجو بتاعه اللي هو باري الان واللي تم تقديمه قبل كده في عدد من الافلام ولكن مركزناش عليه هو بشكل منفصل والفيلم دا كان محطوط عليه شوية حسابات مهمة جدا لان زي ما جيمس جون الكو سي اي او الحالي لعالم دي سي او لخطط دي سي السينمائية قد اعلن ان الفيلم دا مهم جدا لان هو دا اللي حيمسح التربيزة بتاعة افلام عالم دي سي الممتد دا كله ويمهد للمرحلة الجديدة فالناس دخلت على الفيلم بقدر كبير من الترقب خصوصا وان ازرا ميلر بطل الفيلم عنده نصيبه من المشاكل خارج نطاق السينما وكان فيه علامات استفهام كتيرة جدا عن استمراره في العالم تبديله ممثل اخر امكانية غريبة اللي كانت تم طرحها بالفعل لانه يتم استبعاد الفيلم بالكامل من خطط عالم دي سي وكلام زي دا ولكن يبدو ان جيمس جون كان من اكتر الاصوات اللي صممت على ان الفيلم دوت لازم يكون موجود ولازم يتعامل ومفيش اي مجال لانه ما يتعرضش والكلام دي كله انا دخلت الفيلم عاوز احكي لكم تجربتي مع الفيلم عموما والاحاسيس اللي مريت بيها وانا بتفرج بس قبل ما ندخل في الاحاسيس اللي مريت بيها وانا بتفرج عاوز اعرفكم على راعي الحلقة دي اختراع في عالم السناكس لأول مرة في مصر كنت من كام يوم في الستريم وفرجت الناس العلب دي وقعدنا ربع ساعة محدش بيخمن اللي جواها صح عالجاهز بطاطس مهروسة يا جماعة بطاطس طبيعية مجففة بيتم تحضرها باستخدام مية مغلية عشان الوصف يبقى كامل يعني تفتح العلبة تفضي الكيس الاول اللي جواها والكيس التاني اللي جواها تحط عليهم مية مغلية وتقلب وبقت جاهزة خلاص تبرد شوية بس وبتيجي بالاربع نكهات اللي قدامكم دول طماطم واعشاب حلو وضريف وطعم عجبني الزبدة والتوم اللي يعتبر الطعم المفضل عندي في الاختيارات الغير حارة وبعدين عندنا السجوء الاسكندراني الحار وهو الطعم المفضل عندي بشكل عام كمحب للأكل الحراء نسبيا وأخيرا المصالة الحارة واللي كان محب للأكل الحراء نسبيا مستحملتوش لا دا محتاج حريفة أكل حراء قوي يعني على الجاهز بيجي في شكل أكواب زي دي أو بكواد زي دي ومتوفر بسهولة وحتلاقوه في كل السوبر ماركتس الكبيرة في الديسكريبشن حتلاقوه أيما بالأماكن المتوفر فيها على الجاهز ولينك كمان لو حابين تطلبوه أونلاين وحستنيكم تقولولي الطعم المفضل عندكم كان إيه ويلا بينا بقى نرجع لده فلاش هو الفيلم مبدئيا زي ما كان باين من التريلر كده بيتكلم عن الخلفية بتاعة حياة باري ألن وازاي فقد طرفي أسرته بشكل مختلف أبوه وأمه وده وتكتب عليه توجه معين في الحياة أنا بحاول محرقش لأن الفيلم كان حريص على ده بصراحة ولأن رغم أن التريلر تبان زي ما تكون مفصلة شويتين ولكن الصراحة لما تيجوا تتفرجوا على الفيلم هتحسوا أن التريلر مكشفتش أي حاجة أو محرقتش حاجات مفتاحية وزي ما احنا شفنا كده أن ده فلاش لما بيدخل السبيد فورس بالسرعة المتنهية بتاعته ممكن يكون عنده الفرصة على الإطلاع على بعض النقاط المختلفة في الماضي وفي الفيلم ده بيكتشف أنه يستطيع أنه يسافر إليه وبيختار نقطة معينة ممكن تعفيه من الدراما والمأساة الشديدة اللي عاشها مع عائلته اللي حصل أنه هو أثناء هذه التجربة كالعادة زي كل أفلام الأبطال الخارقين بتحصل مشكلة وبيتواجد في زمن آخر وفي الزمن الآخر دوت عاقبة أفعاله بتؤثر على تواجد الميتاهيومن بشكل عام أو السوبرهيروس بشكل عام وبيصبح في وجه الحرب أو صدارة المواجهة مع الخطر القدم من كوكب تاني متمثلا في جنرال زود اللي جاي علشان يواجه سوبرمان لو كان سوبرمان موجود ودلوقتي بقى مصير الأرض في يد باري ألن لأنه هو المتسبب في التعقدات اللي حصلت دي كلها فيا ترى إيه اللي حيحصل إيه بقى اللي حيحصل اللي حيحصل هو أني أول لما الفيلم بدأ أنا ما كنتش متفائل خالص يعني أنا داخل الفيلم وأنا فكرة إيه اللي أنا متفائل بيه وإيه اللي أنا مش متفائل بيه مش في دماغي خالص أنا حاولت أفضي مخي تماما علشان أبقى على صفحة جديدة وصفحة فضية تماما أشوف من خلالها إذا كان الفيلم ما هيعجبني ولا لا في البداية ما تفائلتش لأن فيه تسلسل جريء جدا في البداية ومجنون جدا حسيت وأنا بتفرج عليه إن الموضوع لمس على خطوط في الهزل والمخاطرة أنا مش مستعد لها خالص وبالأخص كمان إن على مستوى المؤثرات البصرية الدنيا ما كانتش مبهرة على الإطلاق تبان زي ما تكون كرتونية بزيادة خصوصا في المواجهة الأولانية اللي بطالها The Flash والكلام دي كل أنا بصراحة دخلت الآن من المرحلة دي وبعد كده كان عادة برضو المسبب للحبكة بتاعتنا ولإنطلاق المشكلة بتاعتنا ما يبانش ضروري إطلاقا يبان زي ما يكون يمكن تفاديه بس قلت برضو زي ما لكل الأفلام اللي فاتت إحنا بنديهم الرخصة بتاعت ماشي نططني جوه الحبكة بأي شكل من الأشكال المهم لما أتواجد جوه الحبكة من هذه النقطة عاوز أقول لغاية نهاية الفيلم مفيش ولا ثانية ملل في قدر مفاجئ من التماسك في الأحداث اللي إحنا بنتكلم عليها وأمام كل مخاطرة أو كل طلب تجاوز من الفيلم تلاقي مكافأة وراها على طول الموضوع تعامل مع المفهوم بتاع المالتيفيرس بطريقة عاوز أقول إنها من الأفضل حتى الآن ما بين العالمين لأن دي سي أنا ما شفتش فأنا معرفش إذا كان تعامل مع الموضوع بتاع المالتيفيرس قبل كده ولا لأ قد يكون ده أول تعامل وأنا شايف أنه تعامل ناضج جدا فأول مرة تنط على طول جوه الحبكة بتاعتنا جوه الموضوع من غير تقديم كتير وتقدم فيلم متماسك بالشكل ده برافو جدا الصفر في الزمن رغم كل أفلام الصفر في الزمن دي اللي إحنا شفناها قبل كده ساعات لما نلاقي نفسنا موجودين جوه الطريقة اللي الفيلم دوت بيرسمها لإمكانية الصفر بالزمن ومعنى الصفر بالزمن ومعنى التغيرات اللي بتحصل في الخط الزمني أنا بقول إنه هو منظور جديد أول مرة نطلع عليه ومثير جدا للاهتمام وليه تبريره كذلك اللي ممكن يكون بيتضارب وبيتضاد مع كل التبريرات أو كل النظريات اللي تم تقدمها في الأفلام والعوالم التانية المطج بتاع الشخصيات على مستوى الدراما في وسط التفاصيل المجنونة دي كلها أنا عاوز أقول إن شخصية دافلاش بتكسيد إزرا ميلر شخصية باري آلان من المرات القليلة جدا اللي أقدر أقول إن البطل الخارق بتاعنا مثل على حق ربنا وإحنا بنتكلم على بطل خارق موجود تقريبا في كل مشاهد الفيلم إن لم يكن بشخصية واحدة فبشخصيتين زي ما بان في التريلر والتباين اللي ما بين الشخصيتين والتباين اللي ما بين طبعهم خطين زمنيين غير بعض كذلك من أجمل ما يمكن وعدد كبير جدا من المفاجآت السعيدة والمدهشة خلال كل مراحل الفيلم مع كل ده إنت بتتكلم مع تيمز درامية حقيقة مؤثرة جدا جدا كمان وفي نهاية الفيلم هتلاقي نفسك مستطار عاطفيا المستطار المرتضى من سورها مستطار عاطفيا وإنت بتتفرج وفي نفس الوقت حقن الكوميديا المرادي ممكن يتم مقارنتها بالأفلام بتاع الديسي اللي تقال عليها أنها أفلام كوميدية أصلا حاجات زي شزام والكلام ده والمراضي هتلاقي الموضوع المتوازن بشكل كويس جدا يعني فيه مرات ضحك وكوميديا جوه السينما أنا ما حستش بنفسي غير وانا بتحك بصوت عالي يعني لا عاوز أن أنا أبقى بشبح للفيلم فعمل حسابي أن أنا حتحك على حاجة ولكن الكوميديا والنكتة اللي بيتم تقدمها من أقوى ما يمكن خلال كل ده عمل أستدعي البداية طب أنا كنت متضايق في البداية اللي هي هو كان إيه اللي مدايقني في التسلسل الأول وهنا بتديت أحس أو بتديت أسامح في التجاوزات البصرية اللي كانت موجودة في الأول والمخاطرة الشديدة في المشهد الافتتاحي وحاسس شوية بالبصمات بتاعة جيمس جون على اللي تم تنفيذه دوت وطبعا دي مجرد تخمين مني مقدرش أقرر أو أحدد إذا كانت دقيقة ولا لأ بأنه عاوز يغير التون بتاعة عالم دي سي كله لده الفيلم دو اتقصد يقول يا جماعة انسوا اللي فات اللي جاي حاجة تانية اللي جاي تحت سيطارتي أنا وهاخد فيه راحتي يمكن أكتر كمان مما كان بيعمل في عالم مارفل وفي الأفلام بتاعته بشكل مجمل أنا اتفاجئت بالفيلم مش حقدر أقول إنه هو فيلم بدون مشاكل عنده نصيبه من المشاكل محسوسة في مناطق كتير جدا فيه أدوات درامية ضعيفة تم الاعتماد عليها فيه مرحلة كلها على بعضها أصلا وهي مرحلة محورية قوي مقدرش أدعي إن أنا فيمتها بالكامل عاوز أتفرج على الفيلم التاني وعلى فكرة أنا غالبا هدخل الفيلم ده تاني وعاوز أدخل الفيلم مع حد يعني أنا لما دخلت أقول مرة دخلت الوحدي عاوز أدخله مع امراتي عاوز أدخله مع ابني عاوز أدخله مع حد من صحابي عشان أنا عاوز أشوف انعكاس اللحظات المفتاحية والمهمة جدا اللي جوه الفيلم عليهم هم يعني أنا عايز في لقطات ومراحل معينة عايز أتفرج عليها تاني عشان أفهمها بشكل أوضح وفي لحظات كتير جدا عاوز أشوف انعكاسها على الناس اللي جنبي وعاوزهم يندهشوا زي ما نندهش وعاوز أشوف الكوميديا هتجيب معهم زي ما جابت معي ولا لا بس في مرحلة مهمة جدا ومعقدة جدا في الفصل الأخير من الفيلم ما أقدرش أقول إن أنا فيمتها بالكامل غالبا عايز أتفرج عليها تاني علشان أقدر ألم بيها وأقول إن أنا فيمتها كويس ولكن حتى مع بعض النطات والتجاوزات وزي ما بقول كده الأدوات الدرامية اللي مش أندك حاجة في الدنيا ومش أقوى حاجة في الدنيا والتجارب البصريا اللي مش كلها كويسة رغم أنها فيها تحديات كبيرة فعلا يعني التصور بتاع بكيفية الصفر بالزمن بالتغيرات اللي ممكن تحصل بالأثر الشديد لده في الفصول الأخيرة بتاعت الفيلم أنا عاوز أقول عليها بصريا حاجة من أصعب ما يمكن عموما حاجة مش سهلة على الإطلاق فلما الطريقة اللي هم عملوا بيها الموضوع مفهوم إنه حيبقى فيها بعض التجاوزات مفهوم إنه حنحس فيها بعض نقاط الضعف بس بشكل عام تيجي تقول ومفيش أسهل من كده أو بمعنى أصح مفيش حاجة أبسط من ده أو أسهل من ده أو تحدياتها أقل كان ممكن يستخدمها عشان يقدم اللي هو قدمه بالتعائدات بتاعته دا فأنا قبلت ده جدا وزي ما بقول كل مرة كنت بديله طناش قديله ترخيص طناش قديله تذكار الطناش ألا إيه بديني مكافأة مكافأة كوميدية مكافأة درامية مكافأة على مستوى النظريات مكافأة على مستوى حبي للعالم اللي احنا موجودين فيه بشكل عام بقولك من أول الفيلم الأخرو بما فيها البوست كريدت سينر رغم إنه هو مش يعني هو مهم مش هنقول إنه هو مش مهم ويمكن يبان له أهمية أكبر كمان في الأجزاء اللي جاية والأفلام اللي جاية بس لغاية لما الشاشة ظلمت أنا ما حستش بلحظة ملل في الفيلم كل المقارنة مع سبايدر مان واجبة المقارنة مع سبايدر مان نوي هوم الأخير واجبة فيه قدر معقول من التجديد فيه قدر معقول ومقصود من الاختلاف وعاوز أقول إنه على مستوى تكسيد التحديات بتاعة إزرا ميلر كانت أكتر من بتاعة توم هولند وما تسألنيش ده حصل إزاي لأني ما كنتش متوقعه وحس إن فيه ناس كتير ممكن تتردد فيه خصوصا مع السمعة اللي مش ممتازة قوي بتاعة إزرا ميلر بس خش الفيلم وتحوحكم بنفسك الوجبة الكوميدية والمجهود الكوميدي اللي هو عمل وعمل إزاي والتطور في التجسيد ما بين الشخصيتين يا جماعة لأنهو بيجسد نسختين من باري ألن واحدة فيهم كبيرة في السن شوية لأنهو باري ألن كل على بعضه مش كبير واحدة تانية تكاد تكون مراهقة يعني حاجة صغيرة خالص نسخة من الماضي وشوف ده أولوياته عمل إزاي وده أولوياته عمل إزاي وده طباعه عمل إزاي وده طباعه عمل إزاي وده التحديات الدرامية اللي عنده عمل إزاي وده عمل إزاي وده التغير اللي بيطرق عليه عمل إزاي وده التغير اللي بيطرق عليه عمل إزاي لأن الكنين في مرحلة من المراحل ده بيبتدي هنا وده بيبتدي هنا وده بينتهي هنا وده بينتهي هنا لا لا الولد عمل مجهود تكسيدي حقيقي يا سوقني ان فيه ناس كتير مش هتديله حقه فيه لا هو ممثل كويس بعيدا عن حياته جدا بس انا بقولك الناس بتتردد في الحاجات اللي ازاي دي من انها تديله حقه ادعي يعني ان حتى عندنا على الالف المنطقة العربية هتلاقي الناس خايفة شويتين وهي بتقرب منه او عايز تتكلم عنه لازم احضر اي فيلم تاني قبل ما ادخل ده فلاش انا اتفرجت على كل حاجة في الدي سي اكستيندد يونيفرس معادة واندر وومن التاني ومعادة السنايدر كات والافلام القديمة لان زي ما احنا قلنا كده باين من التريلر طبعا ان باتمان في احد الخطوط الزمنية بيجسدوا مايكل كيتن ولك ان تطلق الزمام لخيالك شويتين عشان تتخيل ممكن نروح فين تاني هل الحاجات القديمة دي كلها شايفها هل ده مؤثر على انك تلم بالفيلم وتفهم كل الاحداث اطلق لو انت عارف مين اعضاء الجاستيس ليج خلاصنا خلاص انت فهم كل حاجة طبعا كل ما تبقى شايف اكتر كل ما تلاقي الموضوع بيسعبك اكتر عجبك ظهور ديو في الشرف مايكل كيتن ماينفعش يتقال عليه ضيف شرف هو ليه دور ومؤثر جوه الفيلم لحظة ظهوره في الفيلم عبقرية ومن اول اللحظات اللي انا اتحكت فيها بصوت لان دخوله جوه احداث الفيلم فيه جزء كبير منه كوميدي بعد كده تأثيره على الاحداث كبير جدا كارزمته حاضرة جدا بس مش قادر اقول ان هو اضاف كتير على مستوى التكسير يعني انا بقولك القيمة الممزجة في الاداء التكسيري في الفيلم كلها عند ازرى ميلر اللي شريف بيقوله يا جماعة هو ان جزء اللي انا مافهمتوش مفيش اي حد في الدنيا حيفهمه لانه مش منطقي وغبي هو صعب ومعقد جدا بس بقولك يعني الناس اللي عندها دراية اكتر بالكوميك بوكس لما جوم يماثلوه او يماثلوه مع احداث الفيلم ألموا بالموضوع فهموا الدنيا بشكل كويس وشرحوا بشكل كويس والشرح بتاعهم لما تيجي تقرنوا بالجوه الفيلم هل كل ده كان موجود ولا لأ لأ كل ده كان موجود لأ انا مختلف معاك بس هو فعلا تقيل يعني اللي تم تقديمه في التسلسل ده تقيل قوي على ان حد يجمعه من قوي المشاهدة بينقفلك اخبار وايه يا دود بينقفلك ممكن يتقال عليه ضيف شرف وضيف شرف رائع جدا 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 والفيلم على مستوى التماسك زي ما بقولكم فاكرين النقطة اللي كنت بتكلم فيها كتير مع ماهر الافلام اللي بتقدم حاجات وتنساها بعدين اللي تطرح نقط وما ترجعش تستدعيها مرة اخرى كل حاجة كل شخصية قالتها تم استخدامها وكل اشارة مهما كانت بسيطة تم استخدامها وفي تواجد قوي جدا لدراما الحاجات اللي بقولكم عليها الحاجة فين الشيء فين من اول الفيلم لاخر لقطة فيه تقريبا وده شيء من اقوى ما يمكن ومخرج الفيلم مخرج واحد جدا يا جماعة اندي موشياتي دوت اللي كان عامل وبرضو التسلسلات المجنونة اللي جوه الفيلم سهل قوي تفكرك باخراج وهو لانه مش بعيد عنه وانا بقول ان الفيلم فيه بصنات من جيمس جان مش معناها بسم الله ما شاء الله ان المخرج كان سيد العقلين ده مجنون ابن مجنونة راخر ساشا كال اه بس برضو مش بشكل مؤثر قوي وناس كتير كانت دخلة بحذر من الشخصية بتاعة سوبر جيرلي يا جماعة هو بان في التريلر برضو ان الشخصية التمثيل بتاع سوبر مان حيبقى انثاوي في هذا الموضوع من خلال شخصية سوبر جيرل والناس كتير كان عندها قلق من هذا الموضوع انه هو يكون بيميل شوي على الجزء الفيمينزم والامور دي كلها هو مش كده خالص الشخصية ليها تقديم جيد قوي ليها عذر جيد جدا بالتواجد وليها دور مهم جدا في الاحداث وتأثرها او حضورها دم وخفيف قوي وفي نفس الوقت ما فيهوش حاجة دايق وما فيهوش حاجة مؤثرة قوي يعني برضو ارجع واقول الوجبة التكسيدية الحقيقية لجوه الفيلم تاعة إزرا ميلر يستاهل ان اتفرج آي ماكس اتفرج على افضل شاشة موجودة عندك ده شيء حيعجبك بس لو هتبزل مجهود هتروح مشوار هتدفع اكتر كلام زي ده مش حاسس انه يستاهل إزرا ميلر كده حيكمل ولا ايه قريت ان فيه اجماع على انه لازم يكمل وعلى ان الافلام لازم تستمر وانا حاسس ان ده فلاش بالفيلم ده حط نفسه في مقدمة الافلام المهمة داخل عالم دي سي المنتد على الاقل مش حاول افلام دي سي بشكل عام لان يمكن الجوكر ليه اهمية اكبر او دباتمان ليه اهمية اكبر بس جوه عالم دي سي المنتد انا بقيت تيم ده فلاش تماما تقييمي للفيلم كان من 10 تقييمي للفيلم 8 من 10 فيلم مش نمطي اطلاقا يا جماعة ودوة المبدع اللي فيه ده اللي بيخليك تسامح في حاجات كتير فيه او على الاقل خلاني اسامح في حاجات كتير فيه يعني انا صعب اختلف مع كتير قوي من المشاكل اللي الناس هتتكلم عنها اغلبها موجود انا مش مختلف معها بس بص على المكافآت بص على النمط الغريب اللي الفيلم مشي بيه بص على طريقة حسمه للنهاية انا ادعي ان ده الفيلم الاول من نوعه في كل افلام السوبر هيروز اللي يعمل حاجة زي كده طب ايه اللي معجبكش غير اول الفيلم زي ما بقولك دخولنا في الحبكة السبب بتاعه ما كانش قوي قوي كانش تقدر تقول عليه هش جدا اللي هو يا سلام زعل قوي فحصل معرفش ايه يا سلام دي مش حرقة بس هي اشارة يعني الحاجة فيه نقطة تحول جدا حصلت عن طريق الصدفة جوه الفيلم صدفة ان في حد يسمع حاجة ما كانش المفروض يسمعها دي لما بتحصل في المستلسلات رمضان بنقفش عليها فما بالك لما يبقى فيلم زي ده زي ما بقولك كتير من المشاهد اللي فيها مؤترات بصرية معقدة شوائتين ما كانتش افضل حاجة وخصوصا في التسلسل الاول بس عجبني ان تم استدعاء التسلسل الاول في التتر النهائي بتعارض الاسماء والكلام ده كان زكية جدا منهم فصل مهم جدا في الاحداث كان معقد اكتر من اللازم لدرجة هعمل الخلاف ما بين يوم بين شريف ان الشريف بيقول هو ما يتفهمش اصلا هو ما فيهوش حاجة صالحة للفاق وانا مختلف معه في الموضوع ده فدي المشاكل الابرز كمان حد غير يمكن يطلع بحاجات تانية وافتكر واقول اه عنده حق بيسأل لو الفيلم نجح في الهدف بتاعه في انه هو يعمل ري ست لعالم دي سي الممتد او انه هو يخلق بداية جديدة اه طبعا ومليانة امكانيات وسهل جدا وانت بتتفرج ما تحسش بيها يعني انا اه خرجت بعد الفيلم باسأل هو فعلا كده عمل ري ست للعالم بجد ازاي يعني فين ده بعد انت قعد تفكر في المواقف بتاعة في المواقف بتاعة كل الشخصيات اللي انت عارفها اه طبعا نجح تماما هو ايه فكرة المولتي فيرس بيمهده لايه دي من اجمل الحاجات يا اسلام ما بيمهدش الحاجة بيمهد للحبكة بتاعة الاحداث اللي انت حتشوفها داخل الفيلم وبيسمح لموضوع الري ست بتاعالم دي سي خلاص هو كده من هنا ورايح في الافلام اللي جاي كلها ممكن يعمل اي حاجة هو عاوز الشخصيات اللي هو عاوز يرجعها يرجعها الشخصيات اللي هو مش عاوز يرجعها ما يرجعهاش الاحداث اللي عاوزها تكمل تكمل الاحداث اللي عاوز يقتلها تتقتل ممثلين عاوز يغيرهم يقدر كل حاجة عايز يعملها يقدر يعمل ومعها السبب درامي متمسك تم تقديمه على مدار فيلم كامل لا برينس ده شيء في المنتهى العبقرية يا جماع يعني الفيلم نجح في انه يدي القصة حقها مع تمهيد لما هو قدم 100% استمتعت بيه اكتر ولا بسبايدر مان الاخير لا سبايدر مان الاخير طبعا علشان المهرجانات والكارنظلات اللي كانت موجودة في السينما المرة دي طبعا الدنيا اهدى بكتير الحفلة اللي انا كنت فيها كانت شبه فاضية اساسا ما كانش فيه غيري وعدد قليل من الاودينس وللأسف ما كانوش على نفس درجة الحماس بتاعتي المشاهد اللي انا اتحكت فيها كتبات حق اقريبا لوحدي ناس التانيين بيدحكوا على استحياء كده لان فينو كان كتير برضو متوقف على انك تكون فاهم شوية انك بتتفرج على ايه واعتقد ان ده كان غايب عند عدد من الناس وفيه مفاجأة في نهاية الفيلم قبل المشهد اللي بعد تتر النهاية انا شهقت بصوت ورفعتي ايدي ومستعد ان انا يعني ايه اعمل سطلانا لانا يعني وفيش غيري في السينما ادى رد الفعل انا مش حاسس ان انا عاوز افاضل ما بين الاتنين عايز اقول بس للناس ان احنا محظوظين ان فيه فيلمين الناس ما كانتش حط عليهم امل والفيلمين طلعوا متميزين جدا وحلوين جدا والفيلمين عليهم بصمات جيمس جن انا متكيف انا ان انا اطلع دلوقتي واقول ان مارفل افلام مارفل او الفيلم الاخير لمارفل سابنا في حالة جيدة في حالة صحية جيدة وان اخر فيلم من دي سي سابنا في حالة صحية جيدة اقول يلا بقى ويا ريت نتبع الفورمولا نتبع المعادلة اللي انتو حططوها ديت التجديد المخاطرة الخروج عن المقلوف هي ديت الابعاد بتاعت انك تقدم فيلم جديد في المرحلة ديت وحقيقي يبقى حلو الحرق حيخليه مشاهد الفيلم الاول مرة مش حلو طبعا اي حد ما شافش الفيلم ما يحضرش الحرق لا لا فاش زار وانا نصحت الناس تتفرج على الفيلم بسرعة عشان يتجنبوا الحرق لان في ناس مش طرف تنسك نفسها طيب حنتكلم في حرق دلوتي الحدوتة الاساسية او الموضوع المفصلي على مستوى النظرية في الاحداث بتاعتنا هو ان دفلاش بيكتشف انه يقدر يسافر في الزمن علشان يغير حدث معين اللي بيختلف معه في هذا الموضوع هو باتمان اللي هو متجسدا في بن افلك في التايم لاين الطبيعي اللي احنا عارفينه وعايشينه بشكل طبيعي بيقول انت ممكن تدمر كل حاجة وبيقوله ان المأساة اللي انت عديت بيها انا عديت بمثلتها وانت دلوقتي في ايدك انك تصلح لي مشكلتي انا شخصيا وانا مش عاوز دوت وانصحك انك تدخلش ومتعملش اي حاجة المأساة اللي بيمر بيها باري آلن انه هو صغير امه اتقتلت وابوه تم اتهامه في جريمة القتل دي وما فيش دليل على ان ابوه ما قامش بهذه الجريمة رغم التأكدهم من هذا الموضوع لان حجة الغياب بتاعته عبارة عن تسجيل من كاميرا مراقبة هو فيه مش باين يعني وشه مش باين فما فيش اي تأكيد على انه كان برا البيت ولذلك هو بيتعرض للسجن وعنده محاكمة اخيرة او طلب استقناف اخير ممكن يخرج منه لو تم تغيير حاجة في القدلة بتاعته اللي بيحصل ان باري آلن بيقعد يفكر لفترة لغاية لما بيوصل لانه ممكن يعمل تعديل صغير اوي وخفيف اوي وبسيط اوي في الحياة يخلي المقساة بتاعته ديت ما تتمش ويخلي امه ما تقتلش وفي نفس الوقت ما يقصرش على حاجات كتير في الدنيا ايه هي الحاجة دي انه يخلي ابوه ما يخرجش في البيت في هذا اليوم يعني برضه مش عايز احرق اوي يعني هو الفكر انه هو خرج من البيت علشان يجيب علبة صلصة فهو قال لك خلاص انا هروح للسوبر ماركت وحط له علبة الصلصة ديت في الشوپن كارد بتاعته فعلبة الصلصة بقت في البيت فاذا هو مش هينزل فاذا مش هيحصل حاجة وهو داخل السبيد فورس فيلد بتاعه في حد بيخرج بيخش يحربه جوه السبيد فورس دوت وبيطلعوا منه بيتم لفظه في السنة سنة 2013 تقريبا وبيقابل نسخة اصغر سنا منه في اليوم اللي المفروض ان ده فلاش هيكتسب فيه قوته الخارقة اذا هو قام بتعديل وتأكد انه امه فعلا بقت عيشة وان ابوه موجود وكل حاجة ولكن دلوقتي بقى مقبل على تعديل اشد جرأة واشد وطأة من انه ممكن يؤدي لانه هو شخصيا ما يكتسبش القوة الخارقة فاصبح عنده مهمة في هذا المكان انا مش عايز احكي الفيلم كله يعني بس دلوقتي بقى فيه تأثيرات او تغيرات مهمة جدا والفيلم بيتعامل مع مفهوم على مستوى ناضج حقيقي عجبني فالمهم دلوقتي بقى فيه قضية انا عاوز اتأكد من ان شخصية صغيرة شخصيته هو وهو صغير لازم تحصل على القوة بتاعتها في نفس الوقت دوت حصلت الهجمة بتاعت زود مين اللي حيدافع عن هذا الموضوع الميتا هيومنز مبقوش موجودين في هذا العالم مش فاضل اللي ده بقت مان بشخصية بتاعت مايكل كيتن وبقى رجل عجوز واعتزل من محاربة الجريمة من اساسه فهم دلوقتي يبقوا محتاجين يخشوا يدفعوا عن حاجات كتير جدا ويغيروا حاجات كتير جدا ننقذ الارض من خطر الضمار على ايد زود والاعوان بتوعه مما يؤدي في النهاية مواجهة قوية جدا والمواجهة ديت هو دوت اللي بقول لكم عليه الخروج عن المألوف اللي انا عجبني جدا وبحي الفيلم عليه في كل مرة كانت بتنتهي بخسارتنا بخسارة جانب الخير بالخسارة بتاعت باري الان ده فلاش بنسختينه مع مايكل كيتن اللي هو باتمان ومع كارا زورقال اللي هي السوبرماني الجديد والكلام ده كله مهما حصل بتحصل الخسارة بتاعت ان كل اللي حصل دوت كان غلط وانك لازم تؤمن بان كل التجارب المأساوية اللي انت مريت بيها هي اللي صناعتك وان كل اللي هو كان بيسعاله ده في الاول كانت غلط وبيتم تقديم تفسير لحاجات كتير قوي بما فيها الشخصية اللي دخلت طردته من ال spirit force field دوت بأمين وايه حكايتها وهو دوت الموضوع الاكثر تعقيدا اللي بقول لكم مش قادر اجزم ان انا فهمته بالكامل ففي الاخر بيستسلم لان ان امه لازم تتقتل علشان التايم لاين بتاعه هو يفضل متماسك ويحصل كل حاجة بشكل طبيعي ولكن في اخر لحزة خالص ما بيقدرش يمنع نفسه من انه يقدم على تعديل اخير وهو انه بيحرك علبة الصلصة اللي كانت السبب في الموضوع كله لرف واحد اعلى او رفين اعلى وبذلك الاب وهو بيشتري الصلصة دايت بقى بيبص الفوق فظاهر في الكاميرا فهنا برضو يعني للمرة الجديدة لمرة اخيرة كمان بيقول طب اعمل تغيير صغير ما يقصرش على الحاجة هو كده ما بيقصرش على الماضي في حاجة الام اتقتلت الام ماتت والاب اتسجن انا بس بقى عندي سبب في الاستقناف بتاعي ان انا انقذه يعني دلوقتي احنا ما بنعدلش في الماضي خالص بقى احنا بنعدل في المستقبل بس انا كل اللي عملته ان انا غيرت مكان علبة صلصة طلعتها رف واحد اي لوفدت يا جماعة انا وانا بتكلم عليها ببتسم لان انا عجبتني جدا هزا الموضوع ولكن اللي هو ما يعرفوش تهاونه مع البترفلاي افكت ان مهما كان الافكت او التغيير اللي انت هتعمله بسيط فهو هيعمل تغييرات كبيرة جدا في المستقبل والتغيير الاعظم في المستقبل هو انه في اللحظة اللي بيجيله باتمان علشان يهنيه بان ابو ما دخلش السجن بنكتشف باتمان جديد مين هو بقى الباتمان الجديد جورج كلوني يا جماعة انت خيلين يا جماعة ان انا قعدت في سينما اللقطة اللي زاهر فيها جورج كلوني محدش هايا صغيري انا يا انا قلت ائيوو yeah يا خمرة بيد وحنا متخيل ان سينما كلها حتضرق بقى وحنشتغل وقيتني الوحدي ايه يا جدعان احبظت بصراحة الرسالة في الاخر ان التغيير البسيط اللي حصل دوت غير في المستقبل باتمان مابقاش باتمان سوبرمان مابقاش سوبرمان واندر هيو Mantوان من عرفش الوحيد اللي تأكدنا ان هو رجع بصفته واشأنه وحضوره هو الأخ أقوى مان لأنه موجود معنا في البوست كريديت سي فقط لغير الباقيين كلهم بالأحداث كلها بكل حاجة ما تروحها للتغيير خلاص هل ده معناه أن جورج كلوني هو اللي هيكمل كشخصية باتمان دخل عالم دي سي الممتد أنا مش عارف ناس كتير بتقولك لا هي نوكت وحيعدلوها وبتاعه وخلصنا على كده أنا إمكانية أن جورج كلوني هو اللي يكمل ممسكا بزمان الشخصية أنا واقع في غرامها أنا بصراحة عاوز ده اللي يحصل يا لو كريستيان بيل بس فيه مشهد اللي هو المشهد الأكثر جعلصة اللي الناس كتير مانطرد عليه والناس كتير بفقيمتوش والكلام ده بيحصل فيه من المحاولات المستمرة لبري ألن إيه الصغير لأنه ينتصر في الحرب الأخيرة وينجح في أنه هو يطرد زاد ويحتفظ بأمه وهي على قيد الحياة والكلام ده كله تسبب في أن الأكوان كلها ابتدت تتصارع مع بعضه وتتدخل مع بعض وبقينا بنتكلم على انهيار تام للسبيس تايم كونتينيوم والكلام ده كله ففي النقطة دي يتعملوا حاجة على مستوى الكيميوز وعلى مستوى التكريمات بينهم يستدعوا كل الأبطال بتاعت كل الشخصيات السابقة شفنا نسخ من باتمان وشفنا نسخ من سوبرمان وشفنا نسخ من دافلاش وشفنا نسخ من واندر وومن وشفنا كل حاجة أنت عايزة في الدنيا بما فيهم النسخة التي لم يتم تنفذها بتاعت نيكلس كيج كسوبرمان ومشفتناش كريستين بيل على الإطلاق ده دارك نايت بالتفاصيل بتاعته لم يتم استدعاره يعني لسه مستقبل دي سي مجهول إيه اللي حيحصل بالمستقبل أنا رجعت بصيت على الفيديو بتاعة جيمس جان لما كان بيتكلم عن المستقبل فاتكلم على الفيلم القادم بتاعة باتمان ده المفترض أنه وحي يبقى ليه دعوة بروبين والكلام ده كله فده الفيلم المنتظر ولو أنا فاكر صحة قاله 2025 هل ده جورج كلوني اللي حلع بالدور أنا أتمنى أشمعنا بتحب جورج كلوني كباتمان لما ما بحبوش كباتمان إطلاقا إطلاقا يعني والفيلم بتاعه اللي هو عمله دوت كان من أسوأ ما يمكن بس فكرة أنك تدي له فرصة ريدامشن فرصة عودة مرة أخرى أنا شايف أنه هو الاختيار الأجرى الاختيار الأكثر جنانا وعشان كده أنا متحمسه أكتر لحظة حكت فيها بالنسبة لما خسر قوته كان بيجري في المختبر برينس ولقطة بات بن أفلك وفلاش مع وندر وومن اللي هو اللاسو أوف تروث دوت ولا بتاع باتمان لما كان بيحربه في المطبخ لما نزل وقع على الكراتين أنا تفشخت ضحك بيقولك هم موته وسوبر جيرل رغم أنهم مقدموا شخصية كويسة ده حقيقي ما نعرفش في الزمن بتاعنا سوبر مان من سوبر جيرل من سوبر أي حاجة الله هو أعلم بس دي جرأة قوية انت بتتكلم على التايم لاين اللي هو اللي كانوا موجودين فيه اللي ضارت فيه أغلب الأحداث ده فلاش بيموت فيه باتمان بيموت فيه وسوبر جيرل بتموت فيه وعملياً الأرض بتنتهي ده وقع الفيلم يا جماعة الخير خسر السوبر هيروز كلهم ماتوا في هذا الطايم لاين ودي الحدوط اللي احنا عيشنا معها طول الفيلم مش حاجة عابرة يعني أنا فهم كويس انه ده عدنا عليه شوي في دكتور سترينج الأخراني اللي ما كانش حلو دوت في التعامل مع المالتي فيرس إن فيه أحد أو كتير من اليونيفورس انتهت والكلام دوت وزورناه معدنا منه لا ده اليونيفورس اللي قضينا فيه 80% من أحداث الفيلم خسر دي جرأة محترمة جداً في تقديري لقاتل أم فلاش فيلن اسمه ريفيرس فلاش بس هم ما قالوش في الفيلم وده واحد من المستبل وعدهه فلاش اللي قدود ده سنيك بي كوميكسي أوكي ريفيرس فلاش انترستين حلو الكلام وعلى فكرة تكونوا يسيب الباب ده مفتوح بيماهد للأجزاء اللي جاية إيه اللي ممكن يحصل فيه برضو شفتو شيء إجامد جداً الفيلم مليان إمكانيات يا جماعة للمستقبل بتاع الأحداث يا دود ممكن تشرح وجهة نظرك في تأثير الفيلم على مستقبل الدي سي يو في حدث حصل غير في المستقبل رغم إن ده فلاش ما كانش متوقع إن ده حيحصل باتمان بقى حد تاني وعلامات استفهام كبيرة جداً على كل السوبر هيروز التانيين وكل الأحداث اللي حصلت قبل كده بس يجيه في البوست كريدت سين وقال لك أقوى من لسه معنا بس كده زي ما بقول لكم الفلسفة في التعامل مع المفهوم بتاع السفر في الزمن والمالتيفيرس بتاعت الفيلم ده بتتضاد وبتتعرض مع كل النظريات اللي اسمعناها قبل كده لأنه بيقول لك أنا ما غيرتش حاجة في الماضي فإلا هو لما راح العالم ده وطلق إن الماضي يتغير فيه شخصيات ما تولدتش رغم إن اللي حصل حصل بعدين وفيه ناس ما جاتش وفيه ما أحداث ما جرتش فإيه الموضوع فده باتمان بيشرح له بيقول له أنت متخيل إن التايم لاين حاجة أنت بتيجي في نص معين وبتلويها وبعدين راح عامل له مثال بالسباجاتي وهو لسه ناي قال له أنت لأما بتيجي في نقطة معينة وبيتغير اتجاهه وإيه اللي بيحصل النقطة اللي أنت بتغيرها بس لا العود كله اتجاهه بيتغير فبناعا علي أنت بتغير في الماضي زي ما بتغير في المستقبل سوبر كليفر حلوة جدا قال لك طيب لما نقعد نعمل كده كتير إيه اللي حيحصل رح مواري له طبق السباجتيا وهو مستوي قال لك كل سنة وانت طيب بقى لم اللي حصل نقطة تانية مهمة جدا لما راح التايم لاين التانية واكتشف إن البوب كالتشر كلها تغير معلش فكروني بقى تعالوا نفتكر مع بعض إن إيريك ستولتس اللي هو أصلا فعلا كان المفروض مارتي ماك فلايف باك تو دا فيوتر وصور خمس أسابيع من الفيلم وهو اللي كمل الفيلم وأصبح هو اللي عنده نفس درجة الشعبية تاعت مايكل جي فوكس وفي نفس الوقت مايكل جي فوكس عمل إيه بقى هما فضلوا ماشيين كده لغاية لما وصلوا في الآخر لأن طوب جن اللي عمله كيفن بيكن إذن فتوم كروس ده لأن فيه قوضة طقعة والقوضة ديتها القوضة اللي فيها حضنة البيبيهات فالبيبيهات بقت بتمطر من المكان مع واحدة من الممرضات وكلب كان موجود وقع معهم وده فلاش بيستدعي المشهد أو المشهدين الرائعين بتاعة كويك سيلفر في أنه يطلع بسرعة وينقذ الموضوع ده كله على مستوى الجرافيكس المشهد كان عجيب الفكرة بتاعة البيبيهات اللي بتمطر ديت وهو عمال يخدهم يمشيل واحد في ميكرو ويف ويحط واحد على مقال ويعمل كلام زي ده أنا حاسة أنا متفرج على حاجة غلط ومش قادر أفهم ليه يعني حاسة إن فيه مصيبة حتحصل لازم تقوم قضية ورا الموضوع ده ومش قادر أحط إيدي على النقطة بالزبط هو ليه هذا الموضوع فهي دي نقطة اللي كنت بقول فكرتني جدا بالمدرسة بتاعة جيمس جون ولما عرفت إن مخرج الفيلم أندي موشياتي لا يا دود ما أنت كلكم أجانين في بعض وصبحان الله بقى علشان يبين أنه هو تماماً انتجاه اللي هو عمله دوات راح نستخدمه في المشهد النهائي بتاع التترات التترات النهاية تم طرحها على الشاشة بنفس السيناريو وبالبلايات وهي بتمطر بدلت لفلاش التاني لما كانت مكوناة من بدلت باتمان كانت جامدك ده من دفعشخ وهو بيمشر الودان بس مشهد كويك سيلفر أحلى دود مئة في المائن بس أققق برضو احنا بنتكلم على المشهدين بتاع كويك سيلفر مشهد كويك سيلفر الأول أنا لا أعتقد أن في حاجة في الدنيا حتى تتفوق عليك طب وهو كده اعتبر كل اللي قبل ده فلاش بلح ملناش دعوة بي ياه هل عايز يكمل بي حيكمل ولا عايز يلغي حيلغي أنا شايف حركة عبقرية علشان ينظف الترابيزة ويبتدي يتكلم من قوله جديد بدأت أحس أن مستقبل دي سي مشرق أكتر بكتير من مارفل طالما استمر جيمس جون في القيادة لو سمعت الخبر أن جيمس جون الراجل كاردنالي استدعاه ورفده تقول على عالم دي سي والميلان يا رحمن يا رحيم الغريب يا دود أن جورج كلوني كيف وفق يكون موجوده هنا دمان على دوره كبات مان بدأة جديدة تعال نلعب من أول وجديد البوست كريدت سين ما حسيتش أنه له معنى قوي غير أنه يقول أن أكوامان معنا على الترابيزة لو أنا فهم صح ولو قراروا أنه هم يعملوا حاجة بواقع أنه بقى معال ختم بتاعه بس دود بس ده مش حيبقى مبارر لو كل ما يحصل مشكلة معهم في المستقبل يستطيعوا حوار الرسات ده ويبدأوا من الأول لا لأنه هو مش اختراع قوي هو عنصر كان موجود في الكوميك بوكس وطبعا لو تم الاعتماد عليه أكتر من اللازم هو حيبوخ لوحده ومش هتحتاج يا حلو كده يا جماعة